والآن نبقى مع أبرز ما اخترناه من الصحف البداية مع الأخبار حيث لفتت مصادر متابعة في حديث للأخبار إلى أن اللبنانيين تعودوا أن تكون دولة الكويت في موقع وسطي لذلك قرارها بوقف منح تأشيرات إلى اللبنانيين قد يكون مقدمة لإجراءات أكثر قسوة من دول أخرى ونقلت مصادر ديبلوماسية إلى مسؤولين لبنانيين بحسب الأخبار أن الجانب الكويتي لمح إلى أن إقالة وزير الأعلام جارش قرداحي من شأنها أن تكون بابا للحوار والحل في حال حصولها يمكن إعادة النظر بأمر التأشيرات كما يمكن أن تعتبر بادرة حسنية لبنانية تجاه المملكة ودول الخليج ننتقل إلى الجمهورية والموشاة علمت الجمهورية أن اتصالات أجرتها جهات فاعلة وعلى مستويات علية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أثمرت توقف استجال الحاد الذي دار تويتريا وعبر البيانات بين رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس مجلس النواب نبيه بيري خصوصا بعدما شهدت السوق المالية السوداء أمس ارتفاعا في سعر الدولار على حساب قيمة العملة الوطنية بما يهدد أكثر فأكثر بتفاقم الأزمة المالية والمعيشية ويتيح كل المحاولات الحكومية والدولية لتحقيق الإصلاحات الموعودة لوقف الانهيار الذي تعيشه البلاد على صعيد استحقاق الانتخابات النيابية قالت مصادر الطلعت على مضمون الاجتماع للجمهورية أن وزير الخارجي عبدالله أبو حبيب عبر عن قلاقه من تآكل المهل نتيجة تقديم موعد الانتخابات فهي مهل حددت سلفا قياسا على الموعد القديم الذي كان مقررا في أيار المقبل وقد لا يتسع الوقت لإجراء الترتيبات الخاصة المحددة في الأول من كانون الثاني المقبل بعد أقفال باب تسجيل أسماء المنتشرين الراغبين بممارسة حقهم من حيث يقيمون في مختلف الدول العالم في عشرين تشرين الثاني الجاري ترجمة نانسي قنقر